اعملالكو ناردة حباية بقلبي بزبوسة كده بالمكسرات بطريقة جميلة وسهلة وتطلع معانا نجحة بازن الله شايفين اقديه لونها جميل واخد لون دهبي جميل كده وطلع متحمرة من فوق ومن تحت وطريقة في نفس الوقت معانا اتمنى يا رب طريقة النهاردة فعمالي البزبوسة تعجبكم ولو اعجباتكم ما تنسونوش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة والتفعيل الجرس علشان وصالكم كل حاجة جديدة بالنزلة معاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب اعملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم تقايبين رمضان كريم عليكم يا رب وعنا كل حبيبكم متعيز عليكم الايام بصحة وصعادة ان شاء الله النهاردة بقى قولت اعمل سنية بزبوسة كده لبوهيمة وهيمة خليلهم بقوم بيها قولت حبيب لازم يشاركون اللاحظة للحزمة دي فيا رب طارت في عمل البزبوسة يعجبكم ولو اعجباتكم ما تنسونوش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان ينصركم كل حاجة جديدة بالنزلة معاكم يلا نسمي بسم الله ونبدأ بقى طريقة عمل البزبوسة ماضعة معانا حبابي نصف كيلو سميد من البزبوسة السميد دي طبعا نعم معانا كوباية لربع من السكر كوباية لربع من الحليب اربع معالق جوز هند كوباية لربع سمنة بلدي ممكن نستبدلها بسمنة نباتة وهناخد من عسل النحل ده معلقتين كبار وممكن نستبدلهم بعسل جلوكوز وياريت عسل جلوكوز بيكون افضل في وصفة البزبوسة بيخليها مقرملة وجميلة بس عشان مش متوفر معايا دلوقتي فانا هستخدم معلقتين من عسل النحل نسمي بسم الله ونشوفوا الخطوات هنعملها ازاي هضيف يا حبيبي كده في الحلة دي كده السمنة اول ما تدوب هضيف عليها اللبن طبعا الشغل كله هنعملها على البتجاز بحيس تكون البزبوسة معانا مقرملة ممكن نعمل نفس الخطوات دي لو مش حابينها تكون مقرملة وتكون طرية نعملها على البارد ضيفنا كده اللبن او الحليب وادي تقليبة كده مع السمنة بعد كده نضيف عليه السكر واديهم تقليبة كده لحد ما احس اللي السكر بقى دايب كده ده كويس مع السمنة والحليب الطريقة دي جميلة جدا هتعجبكم ومجربوها بعد ما السكر دبي حبيبي مع السمنة والحليب دفت عليهم الاربع معالق جوز الهند والجوز الهندي ده نعم هضيف كده معلقتين العسل الناخل طبعا يفضل في البزبوسة نستخدم لها عسل جلوكوز بيدها لمعة وبتفضل طرية وجميلة كده بس عشان ما كانش متعفرة عندي فاستخدمت البديل بتاع اللي هو العسل النحل حدي تقليبة كويس كده لحد ما يسيح او يدوب مع باقي المكونات كله طبعا على النار هادية علشان الحاجة تبقى دافية معانا ومش تبقى سخنة قوي ضفت كده تنين باكت من الفانيليا علشان يدي البزبوسة راحة جميلة كده بعد كده هضيف السميد البزبوسة وادي تقليبة كويس بس ما قلبش فيه كتير علشان لو قلبنا السميد البزبوسة كتير بينشف معانا بتكون البزبوسة نشفة فدي يدوب بس كده تقليبة بحيس المكونات كلها تندمك في بعضها كده ويفضل يكون السميد يكون نعم بيدنا نتيجة كويسة جدا في البسبوسة السميد اللي هو الخشن ببقى مش كويس هدي تقليبة كده كويسة بس مش هقلب فيه كتير برضو في نفس الوقت ده طبعا على النور هادية والمكونات كلها يعني دافية مش سخنة قوي معانا حبيب الصينية دي ادهنها سمنة وممكن نستبدل السمنة ممكن نستبدلها بتحينة هحاول لانا افردها كويس هفضلها كده في الصينية اي مقاس صينية انتو تفضلوا يعني على حد سبقى ما انتو بتحبوا طبقة البسبوسة تكون تخينة او او عالية هبتدي لانا افردها كده يا حبيبي هنسويها بقى بمعلاقة او باي حاجة احنا نفضل لان احنا نسواها بيها هبتدي لانا نسواها كده بالمقطع ده كده او مقطع حلويات او اي حاجة انتو تفضلوا لانتو سوا بها البسبوسة بس بحيس يكون نوشي من فوق امنس كده على قد ما احنا قادرين وطبعا في الوقت ده كنتم سخنها الفرن كويس هبتدي اللي انا احطوها على الفرن من تحت هولع الفرن من تحت واول ما لقي الجناب اه بتدت اه تتحمل هعرف كده الا من تحت البسبوسة اتحمرت هبتدي اللي انا اه اطفي الفرن البتجاز من تحت هولعش قوية اه الوش من فوق بتاع البسبوسة ياخد لون دهبي كده واطفو عليها بتاخد في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة ما بنسبهاش اكتر من كده علشان ما تنشافش معانا واول ما تطلع من الفرن بنحط عليها السيرم او او الشرباط اه بيكون المحلول بتاع حبايبي اه بيكون اه يعني خفيف كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية ونحطوه مع البتجاز واول ما يغلون نص عصرة لمونة كده وشوية فانيليا ولو خابين تضيفوا معلقة السمنة بلدي بيكون محلول جميل هحط كده المكسرات زي ما احنا شايفين يا حبايبي اي بقى تزوئ انتو تفضلوه فول سوداني بندق فوزدق اي نوع مكسرات انتو تفضلوه ممكن نحط كريز ممكن نعملها يا سادة وبعد ما نطلح هنحط جزء الهند عليها فالتزوئ ده يعني على حسب زقوق اللي واحد فينا هزوقتها كده بالمكسرات طريقتها جميلة ما تاخدش من هنا وقت خالص هبتدي كده اللي انا اه احط دي كده على المكسرات بحيس ما تبقاش عين مياعنا على الوش كده اول ما نحط عليها الشربات بتاعها اول محلول بتاعها حد الصانية خبطتين كده بحيس اه تكون كلها نازلة كده في الصانية كويس البسبوسة ده حباية بشكل البسبوسة بعد ما انطلع تعمل فرد هي لسه سخنة والشربات برضو لسه سخن انا بتدي نحط الشربات سخنة وهي سخنة بحيس اه تكون طرية كده وجميلة ومكرملة معانا شايفين قد ايه المحلول اه او الشربات بتاعها خفيف طبعا انا هكنت عاملها الشربات ده ومحتفى في الثلاجة بعمل كمية قبل رمضان وسواء بقى اللي بقى الحلويات سواء قنافة ببقى تقيل او بسبوسة ببقى خفيف شوية ويبتدي اللي انا انطلعها وقت ما احب بقى بقى عامل الحاجة بياخد مش بتاخد معايا وقت وكده الحاجة اللي بعملها طبعا الشربات اللي لقيته زايدة عن اللزوم اول ما البسبوسة بتشرب الشربات وببقى فيه سواء اللي زايدة فيه اه الواحد بيبتدي اللي هو يفضى بقى اي على المحلول الباقي طبعا هنسيبها لحد ما تبرد خلص يا حبيبي عشان ما تتهريش لو قطيناها وهي سخمة بتتهري فعدلوقتي ده هقطحها دلوقتي بعد ما بردت خالص وبقتدي اللي انا اغطى عليها بصينية او باي حاجة تانية بحيس تبضل وشها طري ما ينشبش مننا هنشوفها دلوقتي جميلة وطعمها زي الجهز كده اللي انا اقطع كده منها اقطحها عشان اواركوا كده القطعم انها متحمرة من فوق ومن تحت وطعمها جميل خلص ومرملة كده ونعمة وضف في البقى كده جربوا الطريقة ده هتعجبكوا جدا طبعا كل ما تكون البزبوسة حبايبي برده بنعرف ان اقطحها كويس ده السمك بتاعها عايزين تتخينوا السمكة عن كده ممكن نعملها في صنيعة يعني صغيرة عن كده بس انا بحب السمكة يكون ولا هو رؤية اول ولا ادخين اول هتدى اقطع كده من القطع دي كده نشوفها مع بعض متحمرة من فوق من تحت ازاي وجميلة بقى الفة انا وشوفها حبيبي ولو عجبتكم بقى وصفة البزبوسة النهاردة ما تنسوا بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها معاكم مع الف سلامة